اخوة فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إذا كان وزن الأعمال للمؤمنين فقط فما معنى قوله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهل ليس فيها شيء خفت ليس فيها شيء ليس فيها شيء أو فيها سيئات أثقل من الحسنات رجحت سيئاته بحسناته نعم فهي إما ليس فيها شيء وإما أن فيها شيء من الحسنات لكن رجحت به السيئات نعم